احتفل دونالد ترامب بتحقيقه انتصارات صحيقة في الانتخابات التمهيدية مع فوزه حتى الآن في 12 ولاية وفق شبكات تلفزيونية حيث وصف الرئيس السابق ليلة اعلان النتائج بالمذهلة مع اقترابه من نيل ترشيح الحزب الجمهوري للانتخابات الرئاسية ويأمل الرئيس السابق الذي يصعي لعودة مثيرة للبيض الأبيض بعد أن أطاح به الديمقراطي جو بايدن في عام 2020 يأمل في الحصول على عدد شبه حاسم من الولايات في مسيرته نحو ترشيح الحزب الجمهورية وتمكنت منافسته سافرة واشنطن السابقة لدى الأمم المتحدة نيكي هايلي من الفوز بفارق ضئيلا في ولاية فيرمونت الشمالية الشرقية لكنها رفضت حتى الآن الانسحاب من الصباقة وعلى الجانب الديمقراطي حصد بايدن الفوز في 14 ولاية وفق ما أعلنت شبكات التلفزيون الأمريكية لكن هناك توقعات بأن يخسر أمام منافس مجهول نسبيا هو جايسون بولمر في جزر ساما والأمريكية في جنوبي المحيط الهدى وتظهر استطلاعات مؤسسة ريلي كلير بوليتكس الإعلامية أن ترامب يتقدم بفارق 65 نقطة على منافسه في الانتخابات التمهيدية وبنقطتين على الرئيس جو بايدن في انتخابات 22 نوفمبر الرئاسية ترجمة نانسي قنقر